يوم تحرير تكريت من داعش الإرهابي وعودة الروح إليها ولأهلها كان في مثل هذا اليوم قبل أربع سنوات وفي كل عام تمتلئ الشوارع والساحات بالمحتفلين الذين يعبرون عن فرحهم بهذا اليوم كل بطريقته قبل أربعة أعوام كانت مدينة تكريت على موعد مع النصر بعد أن تمكنت قواتنا الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي والعشائري من تحريرها من براثن عصابات داعش الإجرامية في الأول من نيسان عام 2015 تتمتع تكريت بموقع ستراتيجي مهم كونها نقطة الوصل مع العديد من المحافظات العراقية شمالا وجنوبا شرقا وغربا ما هيئها لتكون البواب الأولى لتحرير محافظة نينوى لاحقا والتي أصبحت بؤرة لعناصر التنظيم الهاربين من الضلوعية وديالا وجرف الصخر وآمرلي وقبل ذلك فقد أحدثت معركة تحرير تكريت خاللا في موازين القوى بين طرفين نزاع بتأمينها الخط الممتد من بغداد وصولا إلى مدينة بيجي شمال تكريت ابتدأت المعركة بإسناد للقوات الأمنية من طيران الجيش وعشائر صلاح الدين ونجح هذا الزخم بتحرير النواحي المحيطة بمركز المدينة وقطع خطوط إمداد العدو الداعشي المتواجد داخل أحياء المدينة وبعد محاصرتهم داخل القصور الرئاسية ودحرهم تم إعلان تحرير مدينة تكريت بالكامل تعد معركة تحرير تكريت معركة عراقية بامتياز من حيث الإعداد والتخطيط والعمل الميداني والروح القتالية العالية ومن مميزاتها إنها فتحت خطوط الإمداد للقوات الأمنية ومرتكزا للانطلاق لتحرير مدن ومناطق أخرى ويرتبط بذلك معنويا وسوقيا وتعبويا أن تكريت أول قضاء يحرر من بين ثلاث مراكز محافظات فضلا عن إنها أسرع مدينة محررة تشهد عودة أهلها من مناطق النزوحة بفضل العزيمة والإرادة الوطنية وبفضل الحملة الإعلامية المحلية والدولية التي رافقت العمليات العسكرية والتعبئة اللوجستية ما عزز من تحقق الأهداف والغاية المتوخات من التحرير وبعد مرور كل هذا الوقت تنعم المدينة وأهلها بسلام كان كالحلم وتتطلع إلى مد يد العون لها لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وأياد الشر الداعشي ترجمة نانسي قنقر